أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قند فيهم فأقمد لهم الصلاة فالتقم طائفة طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يشلوا فليشلوا فليشلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين قفروا لو توفلون عن أسلحتكم وأمطعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الشلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأنتم فأقيموا الشلاة إن الشلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في بطواء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وقعنا الله عليما حكيما إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراق الله ولا تقول الخائنين خشيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما شدق الله العلي العظيم